وصل وفد حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات وقف إطلاق النار في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حماس قولها إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبها كانت الوكالة الفرنسية قد أشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة قد أعلنت أن إسرائيل قابلت مبدئيا بنود مقترح هدنة في حربها على قطع غزة وفي انتظار رد حماس